وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أو في التحريف الأخير للإسم سموا الكتاب شمس العربي تشرق على الغربي لزغريد هونكا وهي امرأة ألمانية منصفة وقد كذبت في هذا الكتاب ما ينبغي أن يلتفت إليه كل مثقف من المسلمين لكي يتأمل في حضارة أسلافه حتى لا يحس بالهزيمة النفسية كل ما حدث أننا توقفنا عند قدر معين فجاء الآخرون فأخذوا الزمام فتقدموا وما زلنا واقفه ثم يراد الآن إقناعنا بأننا لا هنا ولا هناك وأننا ليس لنا مشاركة في العلم ولا في الحضارة وآباء العلم في جميع فروع المعرفة منا نحن وقد سرقنا نحن سرقنا من الذي اكتشف الدورة الدموية ابن النفيس ومن الذي سرقها ويليام هارفي سرقها سرق قبيحة وكذلك ما توصل إليه ابن الهيثم في مسألة البصغيات ما زال تراثا إلى اليوم معجبا جدا وقائما على أصول علمية أساسية لا تختل وسبق هذا التراث كله نسخ ومسخ ثم نسب إلى الآخرين ونحن ما زلنا إلى اليوم نتفرج وهي فصيحة نتفرج على هذا الركب يسير وكأن الأمر لا يعنينا لا في قليل ولا كثير والأمر جد خطير هذا المحتوى اللغوي تحمل هذه العلوم في حرفيتها وتقنيتها كذا نقول نعم نحن الذين أسسنا فكرة المحرك المحرك السداسي الذي غير وجه الأرض وتغيرت بسببه أصول وسبل وصور الحضار نحن الذين صنعنا المسلمون هم الذين وضعوا هذه الأصول بل عملوا بها وقد تظن أن الذين فعلوا ذلك كانوا حرفيين بدرجة فائقة فلا يدرون من أمر الشرع شيئا كل الإمام القرافي المالكي إمام أصول فقيه من أعظم الأئمة ومن أعظم الفقهاء في مذهب مالك ومن أعظم العلماء على مدار تاريخ هذه الحضارة الإسلامية في المسائل العملية وليس في المسائل النظرية وهذا الرجل صنع أمرا غريبا فقيه أصولي يكتب في تنقيح الفصول كلام في الأصول لا يفهمه الآن إلا أقل القليل الرجل صنع صنيعا بديعا عجيبا صنع آلة لها شرفات من أعلى وهذه الشرفات تدور مع دوران الآلة على محور بطريقة ما صممها هو ووضع أصولها ونظريتها وقام على أساسها هذا الاختراع الذي اخترعه بحيث أنه في كل ساعة أنوار مختلفات في اثني عشر منفذ تفتح شرفتان من كل منفذ بضوء معين ويخرج منها ديك يعلن عن الساعة فهذه ساعة متحركة صنعها الرجل رحمة الله عليه ولكن يقول مع الأسى والأسف ولكني لم أستطع أن أجعل الديك يصيح